اشتركوا في القناة اشبع اخرى ضحك مع العراقيين مع العراقيين يسخرون من كل شيء كانت احلى اي بحث مع العراقيين احليهم وحطوا على الخط دير بالك اخي عبيدي انا خطوا على الخط دير بالك انت بي شدول هلا هلا صاح المفتوح على الخلاص واحط علينا يلا على صحاتكم صحاتكم والله صلحة الميزة اخوانا المشاهدين ما كنا ننتظر انه اطلع الخط بدون ما نبع علينا هذا صاحبنا السال يعني وقعنا بفخ ما معرفين نطلع منا هل يشبع اخوانا؟ والبصحاتكم على صحاتكم اهلا ومرحبا بكم على العقادة الجسور واثنين من اعمدة التنوير في العالم العربي والاسلامي شبال افريقيا وارفو متكلمين العربية صديقنا ومفكرنا الكبير كريم العبيدي اهلا وسهلا اسلامة ازول اسلامة اهلا وسهلا اهلا فيك ومعانا النبينا الحبيب سامي الديب حلقة تعارف بين الشخصين يعرفون بعضهم من سنين واول مرة يلتقون فالسلامة على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر اسلامة على صحاتكم على صحة جميع المشاهدين ففي الخامل الحقيقة المعذرة المشاهدين يعني اخونا العراقي وضعنا على الخط من دون اي تنبيهات وكنا نحكي لك يعني هلأ مننا نبدأ الجد احنا ما عنا شي نخفيه هذا هو الجميل لا نسرق ولا نخطف ولا شيء على طبيعتنا العقلنا على لساننا أكيد 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 بس يعني كريم العبيدي وسامي الديب هنا على جسور في موضوع مهم وشائق جدا انت قلت لي انك مبارح شفت الحلقة بتاعتنا مع سامي الديب والاخ غيات الدين وعندك نقاط قبل شوية قلت انه هذا موضوع كبير عاوز شوية تتشعب فيه فتفضل المايك معك ضيف عزيز وكريم وعاوزين نسمع أفكارك من طقطة لسلام عليكم بدي دخل بداية بدي دخل بداية لأني أنا تكلمت البارح أكتر من ساعة في الموضوع أحب أسمع أخي العبيدي يعني يعني يشرفني أسمعه فأترك البداية له ويتوسع في الأمر ويعطينا وبعدين أنا أتدخل إذا سمح لي يعني في كلامه وأرجوكم تنتبهوا جيدا لكلامه لأنه صاحب العبيدي ذاك المر والحلم يعني مر بالتجارب غريبة عجيبة أنا سمعت البارح حياته في فيديو شي غريب جدا يعني أهو فأرجوكم تسمعوا وأسأل مجرب ولا تسأل طبيب أمامكم مجرب فضل أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا بيك أستاذ سامي الديب كما قلت لك يعني في الكوليس يعني قبل أن أن نتكلم يعني أحنا نعرف من مع أنت بعضنا عشرين سنة كنا نشارك في المنتديات سوى الفرنسية سوى العربية وأول مرة أتكلم معك مباشرة وهذا يشرفني بالفعل وأتابع كل كتاباتك وكل ما تصدر وهذا مع أنت الشيء جدا مع أنت جميل أني ألتقي مع الشخص عشرين سنة في النضال في نقد الإسلام يعني ليس سنة ليس سنتين عشرين سنة أهلا وسهلا بيك أهلا بسال اللي عزبنا لهذه الحلقة في الحقيقة سال أنا قبل ما أتكلم حول إمكانية إسلاح الإسلام أردت أن أتوقف على بعض النقط أول شيء أي دين أي إيديولوجية يبدأ إسلاحها من أول ظهورها يعني فكرة إسلاح الإسلام بحد ذاته أو إسلاح المسيحية لم يتوقف من أول الظهور متاعه هناك إسلاح ولكن متى نسمي الإسلاح إسلاح؟ عندما نوع من أنواع الاتجاهات في دين معين يصبح هو الأغلبية وقتا نسميه إسلاح ولكن لو تعود للتاريخ أي دين سوى المسيحية سوى اليهودية سوى الإسلام ولا أي إيديولوجية دائما في أول ظهورها هناك أشخاص يظهرون لإسلاحها ومناسبتها مع العصر لأن العصر يتطوع إذن عندما نتكلم عن الإسلاح ليس شيء جديد بل هو قديم مع أي إيديولوجية أو أي عقيدة أو أي دين هذه نقطة يعني أردت أن أؤكد عليها النقطة الثانية التي أردت أن أؤكد عليها يجب أن نفرق بين الدين كعقيدة وكروحانيات وكإيمان وبين الدين كسياسة هذا نقطين مهمين لأننا نعرف أن الأديان السماوية بحد ذاتها هي ديانات نجم قوله سياسية أكثر منها روحانية يعني الإنسان في الأول كان الدين يجيب على تساؤلات وجودية ولا يتعدى جانب السياسي إلا في فترة من الفترات خاصة مع حضارة وادي السند ومع ظهور الهندوكية ثم ظهور الزردشتية ومن هناك بدأ حتى الفراعنة بدأ المعتقد يتبنى أصحاب السلطة لفرض سلطتهم على الشعب يعني تخلي المعتقد كمجرد إجابات خاصة على تساؤلات وجودية للإنسان العادي لكي يواجه هذه الحياة مثل مثلا الجفاف مثل مثلا المشاكل التي تعترضه في حياته أو خوفه من الموت أو الكوارث الطبيعية فكان المعتقد يأتي ويطمن الإنسان ويحدث له نوع من الإطمانان لكي يواجه هذه المصارب بينما عندما دخلت السياسة في الدين أو في المعتقد وأصبح السياسة آداء ترهيل بالمجتمعات هنا تغير الوضع وهذا أصبح جليا مع ما يسمى الديانات السماوية وخاصة قبل ديانة السماوية يمكن نعتبرها أيضا ديانة سماوية هي الزردشتية إذن هذه نقطة مهمة جدا معناتها لازمنا نتبه لها نرجع وإحنا ما نحبش ندخل في التفاصيل لأن كما قلت المسألة جدا معقدة خلينا نشوفوا اليهودية مثلا والمسيحية نعطي عليها فكرة اليهودية والمسيحية والإسلام أين كان موقعهم؟ كان موقعهم في منطقة الشرق الأوسط هذن ثلاثة ديانات ظهروا في منطقة الشرق الأوسط لو نرجع إلى الهدف من ظهور هذه الديانات في منطقة الشرق الأوسط في الحقيقة لو المتبع للتاريخ وأكيد معناتها الدارس الديانات هذه يتأكد أن هذه المنطقة بحد ذاتها هي منطقة صراع بين قوتين ما يسمى بالقوة الشرقية الفارسية والقوة الأوروبية يعني هذو مزوز قوة يتصارعون على هذه المنطقة فكانت الفكرة الفكرة الأولى بغض النظر على أن هل الشخصيات موجودة أو مش موجودة ما نشبش ندخل في التفاصيل وإنما أحنا عندما نجي وندرسوا الأديان ندرسوها كواقع حقيقي موجود اليوم لو نشوفوا هذه الديانات نلقاها كان الهدف متاحها هي استعمال المعتقد من أجل الحفاظ على منطقة الشرق الأوسط منطقة مستقلة وهذا يدخل فيه نجي معناتنا نأكد شمال إفريقيا أيضا لأن هذه المنطقة هي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير مصر في مرحلة الفراعنة يعني كانت مناطق سراح ومناطق غزل هذوم الشعوب اللي موجودين في هذه المنطقة هي شعوب النجم نقوله هاجينة مختلطة لأنها منطقة كما نقوله وإحنا ما مر معناتها بين معناتها عدة قرات ومنطقة استراتيجية جداً مهمة إذن فلو نعود إلى الديانة اليهودية نلقاو الديانة اليهودية كان الهدف متاحها الفكرة متاحها أن تقوي الوجود متع السكان متع المنطقة هذية وتجعل قوة لكي تمنع هذوم القوتين عن هذه المنطقة ويحكم ذاتهم ولكن مع الأسف أن التدخلات الخارجية كانت جداً معقدة خاصة نحن نعرف اليهودية ظهرت في جنوب العراق وتأثرت بالزردشتية وغيرها من المعتقدات اللي قبلها المهم المشكل اللي يقع أن الديانات هذه ما يسمى باليهودية والمسيحية والإسلام لو نجنوا نشوفوا نلقاوها هي هاجينة مثل شعوبها يعني تجمع المعتقدات اللي موجودة في الشرق وفي الغرب تلقا فيها من ما يسمى الزردشتية والهندوكية وغيرها 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 ونجنوا نقولوا أن اليهودية والمسيحية هما كتلة واحدة يعني نفس الكتلة أنا ما نحبش ندخل في التفاصيل على اليهودية والمسيحية لأن هذا أمر معقد وأكيد الأستاذ ساميذيب هو مطلع أكثر مني في هذا المجال ما يسمى باليهودية والمسيحية خليني أنا أتكلم في الاختصاص اللي مع أنت يهمني في الدرجة الأولى هو الإسلام نحن نعرف في منطقة الجزيرة العربية قبل ظهور محمد كانت هناك عدة أديان يعني كانت الزردشتية كانت النصرانية كانوا ما يسمى الدهريين وكانوا أيضا الحنفيين وهذا كانوا خليطة وكانت مكة كانت خليطة من كل هذه المعتقدات طبعا كانوا اليهود مسيطرين أكثر على منطقة المدينة ومناطق أخرى مسيحية خارج مكة ولكن مكة كانت أم القرى يعني كانت فيها كل المعتقدات الموجودة بالحقيقة المثلة كيف وقعت بالضبط؟ أن هناك تدخل بيزنطي وتدخل فارسي على منطقة الجزيرة العربية وعلى منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة فجاءت الفكرة عند هذه الشعوب خاصة منطقة الجزيرة العربية أنها تعود للفكرة التي جاءت من الأول عند اليهودية وعند المسيحية وحتى عند الإبراهيمية من الأول على أساس أنه يكون للجزيرة العرب دين هذاك عليش هم كانوا يسمون نفسهم الأميين الأميين بعضهم يظن أنهم لا يعرفون القراءة والكتاب الأميين المقصود بها يعني ليس لهم كتاب سماوي يعني أحنا نعرض عندما تحب تفرض روحك لازم يكون عندك سلاح حدوك ما تستطيعش تفرض روحك كشعب أو كمشموعة وانت ما عندكش سلاح حدوك عندك الفرص عندهم كتاب عندك النصرانين عندهم كتاب اليهود عندهم كتاب والعرب معنا ليس لهم محل من العرب في الحقيقة المحاولات وقعت كثيرة لخلق دين في الجزيرة العربية محمد ليس أول واحد معنا والأستاذ الثاني يعرف هذه المسألة جيدا ولا نبعد كثير ننظر إلى مسيلمة مسيلمة يعني الحنفي اللي هو ما أنت يعتبر جاء يعني بدين كما دين محمد بل هو يمكن يكون أقرب لدين محمد بل يمكن يقوله محمد أخذ منه الفكرة مسيلمة لم يدخل السياسة في الدين ولهذا مثلا محمد عندما تكلم عن الله ماذا قالوا له قريش قالوا له من أين لك هذا قالوا له من عند الرحمن قالوا له لا نعرف الرحمن إلا مسيلمة يعني يعني الفكرة هذه متع مسيلمة اللي هو أذك لماذا يعني أنا أتصور أن جزء من القرآن أخذ مما كتبه من عند مسيلمة بعد حرب اليمامة ما نحبش ندخل في التفاصيل خلينا نركزه على نقطة مهمة إذن أحنا قلنا محمد عندما بدأت دعوة متاعه كانت دعوة متاعه السلمية قريبة من دعوة مسيلمة ونعرف واحنا اليمامة حتى كلمة اليمامة هي كلمة حمامة السلام اليمامة هي كلمة حمامة السلام يعني الحمامة البيضاء هذه كنسميوها يمامة فهمت إذن هنا المسألة أن محمد عندما ظهر في مكة لم يكن له نية أنه يعني تلول في البداية متاعه لم تكن له نية أنه يعني يدخل السياسة لهذا بقى عشر سنوات هو مسالف نوعا ما وكما يقول أستاذنا يعني الآيات المكية يعني تعتبر روعة يعني من ناحية السلمية والإنسانية واحترام المرأة وفيها ياسر أشياء وهو قام بعمل معنتها مجهود كبير في هذه المسألة للفصل بين الآيات المكية ويمكن أن نقول كل الآيات الجميلة في القرآن هي تعود إلى الآيات المكية خلينا نشوف ماذا موجود يعني عندما تمت الهجرة إلى المدينة شنو تكون في المجتمع المدني بتاع المدينة نشوف نشوف نقاو أربعة اتجاهات عندك الشق منتاع الأنصار اللي عندهم تأثير يهودي والفكر اليهودي عندك الشق الفارسي الذي يميل إليه علي وسلمان الفارسي والجماعة متاعه وعندك الشق البيزنطي اللي يميلوا ليه والنصراني اللي يميلوا ليه جماعة بنوء وميات وعندك الشق العروبي وصع عليك اللي يميل لها عمر والجماعة متاعه محمد أنا بالنسبة لي شخصيا محمد هو لا يختلف على أي قيادي إسلامي موجود الآن جاء واجد معتقد وجعل نفسه كما نقوله قاعد مرشد كما مرشد الإخوان كما أبو بكر البغدادي كما فهمت أي معنى القياديين الآن هذو منتع الإسلام هو نفسه أو مثلا محمد عبد الوهاب ولا غيره ولا بلاد ولا أي شخص آخر إذن هو عندما كان عند السلطة كان يستفيد من هذوم الكل وكان كما نقوله مجمعهم وحدهم تحت الريدان تاوه محمد كشخصيا إذن هنا عندما مات محمد عندما وقع ظهر عكما نقوله ما كان مغطي ضر ما كان مغطي محمد مشبور مشبور أنتما تعرفوا في التاريخ كم مرة مع أنت عمر يفرض عليه أشياء فلان يفرض عليه أشياء أن مثلا يفرض الحجاب أن يفعل كذا على مسألة الضرب عدة أشياء مثلا وقت مسألة الضرب وضربهن لأن أحد الأنصار ضرب مرته المرته مشتشكي به عند محمد يا أخي محمد قال القصاص من بعد وقع ضغط عليه لأن لو المرأة تضرب رجلها يوقع خلاف ويخسر ذلك الشخصية هي اسمها حبيبة المرأة المهم شعلينا في المسألة هذية اللي حابيتم قول وقت مات محمد وقت مات محمد محمد ما خليش دين واحد بدلالة وقت مات محمد فما عشرين خمسة وعشرين قرآن كل واحد عنده قرآن كل جماعة عندها قرآن كل واحد عنده فكره هو مش فكر واحد يعني هو كان مجمع على ذلك الشيء الكل لماذا؟ لأن تعرفونتوما أن السياسة توحد الأطراف كي تكون هناك مصلحة سياسية وخاصة مصلحة مادية لأن ما تنساش أن المصلحة المادية في السياسة هي مرتبطة المصلحة الاقتصادية ديما مرتبطة بالمصلحة السياسية إذن وقت مات محمد وقع من نجم نقوله تشقق وبدت تظهر الخلافات طبعا لأن محمد كان معمل أكثر شيء على الشق متع الصعاليك ومتع الأعراب ومتع البدو اللي هو استعملهم يعني بهم انتصر يعني بهم انتصر الشق العمري هو الذي أخذ من نجم نقوله بأبو بكر وعمر أخذ السلطة وهو الشق عروبي يجعل من الإسلام من التقاليد العربية معتقد لو ننظر كثير أشياء في الإسلام حتى مكة حد ذاتها مكة هي فكر يعني عروبي هي مع أنت التقاليد عروبية أشياء يعني مع أنتها لا يمكن أن تكون عالمية لا يمكن أن ت يعني هناك ما يسمى جعوية وقومية وحنا نعرف عمر يعني تمسكوا بالعروبة حتى أنه تصور يعني منع المسلم الغير عربي أن يتزوج مكية أو مع أنت من المهاجرين والعنصار يعني هذه مصيبة زرق فهمت يعني أين الإسلام وأين تسامحوا الإسلام وكلكم مسلمين وكلكم كذا لا يمكن أن نطول يسر بش نخلي الكلمة يعني نغير بش نزيد النقطة أخرى عندما قتل عمر عندما قتل عمر شنو أوقع؟ أوقع خاصة عندما عثمان أخذ الحكم ما يسمى الشق النصراني النجم نقوله بيزانتي نقوله نصراني أحسن هو اللي ولي عنده أكثر سلطة في المنطقة وعندما مات عثمان ووقعت الفتنة لأن الشق ما يسمى العلوي فعالي واللي هو عنده تجاهات نوعا ما تميل للفرس وقع خلاف من بناتهم ووقع صراح كبير اللي تعرفه مع أنت التفاصيل متاعه اللي أدى إلى ظهور الخوارش في الحقيقة الخوارش هما أرادوا أن يرجعوا الإسلام لفكرة الأساسية وهي إيجاد دين للعرب يعني مثلة يعني مش مثلة يعني غزو سياسة وكل شيء وإنما نخليوهم عندها كما نقوله إحنا العالمية فكرة العالمية لأن الفكر اللي ظهرت على اليهودية والمسيحية والإسلام هو فكر على أساس أن الشرق الأوسط هي منطقة صراح إذن لازمنا نكونوا دين في منطقة الشرق الأوسط يسيطر على الشرق الأوسط ويسيطر على العالم ومن هنا يجد فكرة اليهود شعب الله المختار وغيرها شعلينا في المسألة هذين وقتها انتصر الشق الأوموي انتصر الشق الأوموي طبعا كل شق ينتصر يضيف يضيف إلى الإسلام شيء جديد إذن حابت أن تقول لك أن الإصلاح بدأ من الأول أنت هل الخلافة أو الخلافة الأوموية عندها علاقة بحكم محمد في المدينة أو في مكة ما أنت حتى علاقة أن تسكر سكير أمور نساء كذا غزو ما أنت عامل فطيد طبعا كما نقوله وإحنا المهم لكن طبعا الشق الفارسي أين هرب؟ الشق الشيعي أين هرب؟ هرب هو خطب يعرف هذا الخلاف هرب إلى فارس وتكونت ما يسمى بالقوة العباسية وتم القضاء على الشق النصرى الذي عنده ميولات نصرانية ومن هنا بدأ يتكون الإسلام يعني بعد 300 سنة 300 سنة وتظهر العباسيين أنت العباسيين حد ذاتهم هو خليفة معتزلة وخليفة أشعري خليفة معتزلة وخليفة أشعري يعني وقعت دمج هذه المعتقدات وتكونت ما يسمى العقيدة الإسلامية وبدأوا يحسوا أنفسهم المسلمين أنهم يمكن أن يكونوا قوة تسيطر على العالم ومن هنا جاءت الفكرة الرغمية يسيطروا على منطقة كبيرة من العالم يعني شمال إفريقيا وهدوا أوروبا إذن هنا وهاجموا يعني هاجموا العباسيين يعني وقعت حروبات وكذا 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 المهمة وظهرت ما أنت كما نقوله أحنا عشرات المذاهب الإسلامية الإسماعيلية الشيعة القرامية كذا 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 هذه كلها بعيدة على الإسلام الأصلي إذن وهو الفكر المعتزلي بحد ذاته وهو تجديد للفكر الإسلامي تجديد للفكر الإسلامي نزيد نقطة مهمة المهمة وتتطورت الأحداث كما هكاكا وظهروا المذاهب الإسلامية والطيارات الإسلامية وغيرها 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 معناتها مع عبر التاريخ شنو أبقى حتى لهم جاءت ما ينسمى بالإمبراطورية العثمانية الإمبراطورية العثمانية كانت معناتها النجم نقولوا بعيدة كل البعد على يعني مماخذة من الإسلام إلا الجانب العسكري السياسي وهي سبب التخلف أنا شخصيا أعتبر إن الإمبراطورية العثمانية شنوها عملت لهات الشعب بالمذاهب السوفية والخرافات وكذا وكذا ومسكت هي الجيش وجندت الشعوب لمصالحها الشخصية وطبعا عندما الدولة العثمانية الإمبراطورية العثمانية أصبحت تشكل خطر على أوروبا ووقعت الصحوة الأوروبية وتم القضاء على الإمبراطورية العثمانية وهنا نقطين مهمين عندما نقوله إصلاح الإسلام أي إسلام هل الإسلام السلفي اللي جاء بيه محمد واللي تم إعادته في عهد ابن تيمية في عهد الدولة العباسية وتم إعادته مع الدولة الوهابية لمحاربة الأتراك يعني لو تشوف أنت الإسلام المحمدي وإسلام ابن تيمية وإسلام الوهابي هذوما ثلاثة إسلامات هما تقريبا نفسهم نفس الإديولوجية وكانت ديماً فترة متاحة محدودة من أجل معركة عسكرية فقط يعني فترتهم قصيرة جداً يعني لو تشوف فترة محمد يعني قصيرة جداً وفترة العباسيين وتظهروا بني تيمية يعني هو ما نجمش يعمل حتى شيء لكن ظهور ما يسمى الوهابية معانتها قبل تقريباً فترة هي اللي أدت إلى قيام ما يسمى الدولة السعودية إذن من هذا الإسلام السلفي عندما تقول لي نصلح الإسلام ونقول لك لو تقصد بالإسلام الإسلام السلفي أنا أقول لك لن يصلح الإسلام السلفي لن يصلح ما فيه ما يصلح ولكن عندنا عديد من المذاب هي حتى البهائية تعتبر إصلاح للإسلام البهائية هي النوع من الإصلاح بتاع الإسلام إذن لماذا ننكر الواقع ونقوله الإسلام ما يتصلح جي هو يتصلح قاعد يتصلح عنده 1400 سنة لكن المشكل المشكل الكبير إن ما يسمى المراكز الأساسية للدولة الإسلامية ما يسمى الأظهر والنجف وقوم هذن المدارس الكبرى هذن وقعوا عندما وقع غلق باب الإجتهاد وجعل الخطوط الحمراء للدين الإسلامي جعل ما يسمى الخطوط الحمراء وأي واحد يخرج على هذه الخطوط يعتبر كافر يجب رفع هذه الخطوط الحمراء وفتح المجال كليا فتح المجال ما عادش ما دام هذوم علامة الأسلاح يكون بيد السلطة ما تنجمش الأسلاح يكون مش بيد السلطة نحن نعرف ما يمكن أن تقوم به بالسلطان لا يمكن أن تقوم به بطريقة عادية إذن هذه الفكرة بصفة عامة وطبعا ندخل في التفاصيل الأخرى أثناء الحوار نحن نسمع رأي أستاذنا سامي الدين في هذه المسألة شكراً شكراً يا كريم العبيدي طرح حرائع شكراً لأخي العبيدي على طرحه أريد أن أؤكد على بعض النقاط التي ذكرها وأضيف بعض الأمور ذكر اليهودية والإصلاح اليهودية تضم شقين كما في الإسلام الشق الأخلاقي والشق القانوني والسياسي شق الأخلاقي مقبول إذا تأخذ الوصايا العشر ما موجودة في كل الثقافات في كل الثقافات وهذه مقبولة الشق القانوني أو السياسي كان مجبور بطبعة الحالية أقلم مع الوضع الموجود لأنه ورثوا من قوانين حامرابي وغيرهم فجاء قطع اليد يعني العين بالعين والسن بالسن والرجم وغيره وغيراته وكلها موجودة في الواقع في شريعة حامرابي اليهودية تطورت تحولت المسيحية هي أحد فروق إصلاح اليهودية المسيحية هي أحد فروق إصلاح المسيحية يعني اليهودية وليس الفرع الوحيد هناك تحت يده كتاب لكاتب يهودي لم ينشره حتى الآن بالفرنسي يشرح لماذا المسيحية ولدت من رحم اليهودية وهو بركز على نقطة أساسية أنه اليهودية كان يسيطر عليها رجال الدين ورجال الدين بطبعة الحال طمعين بدم يأكلوا يشربوا فأي الشي تعملوا من ذنب يقول لك تعمل أضحية كان ربط لمرتك لازم تذبح نعجي أو شيء وفيين توديه للهيكل؟ والهيكل مو حياكلوا اللي يأكلوا رجال الدين بطبعة الحال والهيكل السيد المسيح جاوجت أنه هدولا التجار الهيكل موجودين في الهيكل شو يساوا هدول؟ كانوا بيعوا ثيران وغنام وحمام ودنيا علشان اللي عمل خطيئة أيا كانت يروح يشتري المسكين هاي العنزة مش هنضح بيها هلا عندكم انتو يا مسلمين عندكم ضحية واحدة بالسنة عند اليهود مئات الضحية يعني مهما عملت من ذنب الضحية شو تروح تذبح غنمي فخرب بيت اليهود اليهود الفقير علاقة اليهود الفقير قالوا له أخي إذا ما بطلعت بيدك تجيب غنمي بيكفي تجيب طيرين طيرين عصفورين وتقدموا للهيكل وإذا ما عندك فلوس تجيب ربع كيلو طحين فالمسلم أي هذا النصوص اليهودية فتصور أنت يا أخي السال مسكين لا إذا تكون غني تروح تجيب لك أنت يعني فخور أنك والله بتجيب غنمة مثل اللي يصبحوا الحيوانات في مكة منهم يصبحوا جمل منهم يصبحوا صور واليوم ما تتصور عائلة مسلمة أنه منذ أضحية أنا سمعت أنه في المغرب في ناس ينتحروا في عيد الأضحى لأنه ما عندهم فلوس يشتروا الخروف هتصور الحمل المسكين تعون اليهود هدولة فأنت أنت كغني بتروح بتقدم الخروف وفخوره بهيك وتشتريه من باب الهيكل من باب الهيكل وتدخل فيه ورجال الدينة صفقولك وأنت أخي عبيدي فقير تروح تجيب لك عصفورين وكل الناس يضحقوا عليه شوف هذا شو جايب لنا عصفورين هذا ولا بعشي ولا بعشي تط شوها وإذا كنت كمان أفكر بتجيب ربع كيلو طحين حتى تلموت بيقولك إنه هدولة رجال الدين شافوا عجوز مسكينة داخلي بربع كيلو طحين ضحق ضحق من جميع رجال الهيكل شو احنا هلتعش على طحين تاعت ما بنفع هذا الطحين تاعت فجه المسيح يعني خرب كل النظام اليهودي مثلا هو طرد تجار الهيكل فانت تقول ايه يعملوا تجار الهيكل في الهيكل تبير غنب بالهيكل ايه لأنه هذا النظام اليهودي وبعدين إذا مرازنت لازم يرجموها العين بالسن وما شابه ذلك ونظام ونظام السبت خطير يعني عجيب عمرك لا تدعو يهودي يأكل عندك يخرب بيتك ما تعرف شو الطعميك لأنه نظام الأكل عند اليهود ده غريب عجيب يعني أنا كتبت عنه مقال تتحير فيه فجاء المسيح أولا ألغى السبت ثانيا لما جابوا له مرأة السبت هو يوم من الأيام مسكين هو جامعة هو جامعة ميتين جوع فمروا على حقل جعالين صاروا لقتوا سنابل القمح وياكلوها من الجوع تصور أنت جعال ما عندك تروح على المطعم تروح تاخذ السنابل القمح وتقرطهم قرط هيك لا تطبخهم ولا تعجنهم ولا تسويهم من الجوع والمشكلة أنه عملها يوم تسابت قالوا له ازاي أنت تعمل هيك وبيوم السابت ما بنفح هيك طب المسكين جعان هذا صاحبنا أنت تصور سيد المسيح ما كانش عنده شو يعني بعمر 30 سنة أخذ تقاعد المسكين وصار يفروا وراء 12 تلميذ فين تعشيهم فين طعميهم فين تنومهم فين تغسللهم يعني كان حالته يرثلها فصاحبنا كان يحب العزايم إذا واحد بعزم وهو وفر عليه الغداء وجيجي هو وتلاميجهم يعني المسيح خرب عليهم كل النظام بتاعهم يعني جابوا له مرأة زنة قالوا له ها هو زنة نرجمها قال لا من لم يذنب من لم يخطئ فيرميها بأول حجر جو تنين قالوا له احنا عايزين نقسم الميراث قالوا مشوه أنا داخلي بيكم دبروا حالكم ايه قالوا لهم اذا واحد ضربك على شمال ديره اليمين كل النظام القانوني اليهودي خربوا لجع فقط للجهة الاخلاقية فلما اجع عندي عليت اتنين هدولا يقول له يا سيد المسيح خلي أخويا يتقاصب معاي الميراث قال لي وانا شو دخلي بيك بعدين اطلع الشعب قالوا ديروا بالكم من البخل تعطيهم تعاليم أخلاقية فسيد المسيح فصل ما بين العهد القديم وتعاليم والأخلاقية والمسيحية جاءت على هذا الأساس المسيحيين شو عندهم المشكلة الآن انهم عندهم كتابين كتاب اليهود كتاب اليهود وهو العهد القديم بيسموا عهد قديم وبعدين في العهد الجديد وعلى فكرة المسيحية ألغت الزبائح ألغت الزبائح يعني ريحت اليهود من مشكلة تتقدم ذبيحة للهيكل لهيكا احنا منقول القدس هو الذبيحة المقدسة يعني المسيح ضحى بنفسه للجميع معايزين تعمل ضحية أخرى ولما بتروع على القداس بتعمل قداس في الكنيسة هذا يعتبر قضحية لا فيها لا تذبح خروف ولا تذبح جمال كلها ربع ساعة بتروع بتصلي وبتخلص بتروع على بيتك ولا يخرب بيتك ولا على بالك منيح هل صار عندي المسيحية كتابين كتاب العهد القديم والعهد الجديد جاء سيدنا محمد ابن الحلال ده الزوج بخديجي خديجي كانت مسيحية وبرهان ذلك اللي زوجها هو ورقة بن نوفل اللي كان قصيس وزوجها بين بصاحبنا محمد وهلما معقول رجل ديني يزوج واحد من غير طائفته لا فده كان عنده صاحبنا محمد وخديجي كانوا مسيحيين زوجهم صاحبنا ورقة بن نوفل والقرآن المكي هو فعلا الجزء المسيحي أو العهد الجديد العهد الجديد من المسيحية هلأ لما انتقل محمد لما انتقل محمد إلى المدينة ترك العهد الجديد مدام كان عايش مع خديجي كان عنده مرأة وحدة كان مسالم نوعا ما مثل هيك لما راه على المدينة صاحب هو الصعليك كورايش كانت زمانتها ملغية ملغية الغزوات ملغية السبي ولهيك راحب للتجارة جاء محمد قال لهم لا 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 هذا احنا مش ما عملناش فايدة فيه وحتى الشهر النسي الشهر النسي وهو علشان الشهر اللي يضيفوه لا لا 12 شهر علشان يوازي الأشهر القمرية بالأشهر الشمسية هذا يحتاجه المزارع هو ما بزرع هو بسلب هو بسلب هو ما بهم الزراعة وبعدين الشهر النسي هذا يحتاجونه يعني رمضان هو شهر اللي في الدنيا حام هلأ صار أوقات رمضان يقع بالصيف بالخريف بالشتاء بالربيع لأنه حذف الشهر لأنه حذف الشهر بتاع النسي وبعدين التلت العربعة تشهر الحرام راح حذفها لأنه هو بعيش من وين ما بعيش من الزراعة بعيش من السرقة وقال ووضع رزقي في ظل رمحي فالمحمد تاع المدينة في الواقع هو أخذ العهد القديم من اليهودية تشوف التعاليم القانونية الشرعية الموجودة في القرآن هي نفس الموجودة في العهد القديم بينما التعاليم القرآن المكي هي نفس تعاليم المسيحية فالمشكلة عند اليهود احنا عندنا المسيحيين عندنا الكتاب العهد القديم بقول لك هذا ما نتركه ما ناخذه ما نخلي الله 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 بعيد وعندنا الإنجيل منتبعه المسلمين عندهم بنفس الكتاب ومو فقط تيكم خربطين مرة بتيجي مكي مرة مدني مرة مكي مرة مدني وآيات مخربطة غريبة عجيبة فشو المشكلة إنه الإسلام يعني أخذ هذا صاحبنا أمية ابن الصلد ابن أبي الصلد أمية ابن الصلد تكلم عن الحنيفية كان حنيفي يوم الأيام قال والله أنا بدي روح أسلم حمل الناق قطعته حمل الناق قطعته وتوجه نحو مكة نحو المدينة وهو بالطريق سمع إن أولاد خاله قتلهم محمد سمع الخبر قال وهل نبي يقتل وهل نبي يقتل راح دار الناقة تعتق ورجع على قبيل رفض رفض يسلم لأنه هو كان يفكر إنه هذا محمد هو شوية نوع مثل المسيحية هو يفكر يعني هو لسه بالعهد بمحمد المسيحي لا طلع صعلوق وكان يفكره وكان ذاكر إنه متزوج مع وحادي مسيحية وإنه هذا صاير مسيحي واللي زوجه مسيحي قال هذا مسيحي بروح باعترف به يعني مو مشكلة رجع لما راح يريد يعتاب له وجد إنه لا هذا تغير وضعه هذا مو المسيحي اللي كان يعرفه هذا صار صعلوق من الصاليك فرجع للغزوات والسبي وغير وغيرات هل شو اللي صار إصلاح الإسلام كيف يحدث نفس الأسلوب اللي أخذ الإصلاح اليهودية ممكن أن ناخذ للإسلام السيد المسيح شو عمل قال أنه أترك العهد القديم يترك العهد القديم يرفض كل تعاليم العهد القديم ولجأ إلى المبادئ الأخلاقية هذا ما عمله فعلا محمود محمد طه اللي هيصدر كتاب عنه خلال الأسابيع القادمة والنسخة تقريبا النهاية متوفرة سطع الكومير قال أنا القرآن المدني اللي يجاء وهو تعاليم أقرب إلى اليهودية وهذا كان يطابق الزمان والشعب كان عقله قاسي مش هيقبل التعاليم تعون مكة فترك تعاليم مكة رهت آخر تعاليم اليهودية سارة القرآن المدني فهو قال إحنا الآن في عصر جديد العصر الجديد هو وثيق حقوق الإنسان 1948 فأقرب شيء لوثيق حقوق الإنسان هو القرآن المكي وليس المدني المدني هو مخالف الحقوق الإنسان ولهيك سمى الرسالة تعطف الرسالة الثانية من الإسلام عند المسيحية يسمى العهد القديم والعهد الجديد العهد القديم انتهى يعني مثلا أنت عندك حذى قديم ومقطع بترمي بتشتري حذى جديد أنت عندك ملابس قديمة بترميها بتشتري ملابس جديدة ما تقدر تروح ملابس القديمة لما كنت طفل عزيزة كان عندك ملابس ما تقدر تلبس ملابسك القديمة وانت طفل لازم انت بعمرك تشتري ملابس جديدي وبولوس قال ولبستم الثوب الجديد بولوس بيقول انتهى عصر الثوب القديم وجاء عصر الثوب الجديد محمد محمود ضعر بيقول لك انه احنا منرجع الى الرسالة الثانية من الاسلام مثل ما تقول العهد الجديد نترك قرآن المدينة ونلجأ الى مبادئ القرآن المكتب هو بيعتقد طرح الحال انه القرآن منزل من عند الله هو حقه هو ما يقدرش يقول غير عكس ذلك ما يقدرش يقول هو مسكين حتى مع اللي قال راح شنكو يعني شو رايك لو قال لا القرآن منزل من عند الله مش هي خلص اوكي فأنا أرى انه محمود محمد الله هو نقطة تحول تماما كما المسيحية بالنسبة لليهودية المسيحية هي تحول من اليهودية ومحمود محمد طهر جاء بإسلام جديد نسبة محمود محمد طهر إلى إسلام محمد المدني هو نفس الشيء نسبة موسى للمسيح وأنا أرى انه هذا هو الأسلوب الوحيد انه نرجع للأخلاق والقانون يقررها الشعب هلأ نقطة مهمة لما روما لما روما تحولت إلى المسيحية قالوا خلاص نحن نصير مسيحيين حلو جدا بس نحكم كيف لا لدي قانون عند المسيح لا لدي قانون فأجال القانون تاحهم قايز قايز قلب القانون هو ما يقرره الشعب عام 180 بعد المسيح توفى صاحبنا تعريف القانون عند الرومان هو ما جاء به الشعب وهو مبدأ الديمقراطية المسلمين يقول لك لا القرآن هو كلام الله ليس الشعب ما حصل بالشعب فالديمقراطية الحديثة وثيقة حقوق الإنسان اللي هذا الشعب هي الإصلاح الحقيقي اللي جات بعدين حتى للمسيحية لما جات سلطة البابا ووحدة الأمور هات فأنا أقول الأقرب لوثيقة حقوق الإنسان واللي بتخلصنا من المشاكل وهذا رأي محمود محمد طام هو نرجع للقانون المكلي وأنا شخصيا أعتبر هذا أكبر مصلح للإسلام الوجد في التاريخ هذا أكبر مصلح في الإسلام جاء بالتاريخ لي لأنه هذا يعني هو غربة للإسلام مثل غربة ثلث القرآن طير شو بتكي أكثر من هيك ثلث القرآن 28 صورة رمهم للشباك ورجع على الأصل لهيك هو يسمي النظام تا الأصول والفروع الأصول هو المبادئ الأساسية يعني القرآن مكة ما في لزوال تعدد زوجات ولا في رجم ولا في قطع اليد ولا في جلد ولا غزوات ولا في جزية ولا في كل هذا غير موجود في القرآن المكي وهي تعاليم المسيح نوعا ما ومحمود محمد طه كان جدا يعشق السيد المسيح كان جدا يعشق السيد المسيح فأنا أنا أرى إن كان هناك أمل في الإصلاح هو محمود محمد طه لكن لكن القرآن الحالي اللي موجود بين إيدينا الإطاق السعودية أو قرآن السعودية خرب بيتنا لأنه مش واضح شو فيه مكة شو فيه مدينة علشان أنت تقول إحنا عايزين للقرآن المكي عايزين نعرف شو هو القرآن المكي بس هذا مش واضح فيه فأنا لهيك وضعت نشرت القرآن بالتسلسل للتاريخ وهذا يبين لك يبين لك ما هو القرآن المكي والمدينة فترى أن ثلثين هو مكي نوعا ما مقبول نوعا ما مقبول ممكن تعمل عليه تصليحات أوكي بس القرآن المدني على رأيه هو ألف مرة أبشع من كتاب كفاحي لهتلر على أقل ألف مرة أبشع من كتاب كفاحي لهتلر وإذا لن تدخل عن لأن الإسلام والنازية هم واجهين لنفس العملة النازية واليهودية هم واجهين لنفس العملة اليهودية والنازية والإسلام هو نفس العملية عنصرية وتمييز بين الناس تطعر في القرآن المدني المكي دائما يقول يا أيها الناس لما جاء على المدينة قال لا يا أيها الذين آمنوا وصار يدب القفار واللي غير دين يقتلها والدنيا والآخر فما هذا أنا الأسلوب اللي أرى للإصلاح لصالح المسلمين خلي شوف أنا توقف هنا خلي شوف رئي الصديقنا كريم العوايد تفضل سيد كريم شكراً شكراً أستاذ سامي الديب أنا سمعت مع أنتها وجهة نظر بتاعك الآن ومع أنتها وسمعتها قبل اللي أنت مع أنتها تطرح العودة فقط الاعتماد على ما يسمى بالقرآن المكي بش نجاوبك على هذا السؤال وشنوها مع أنتها الحاجة اللي مع أنتها عندي عليها ملاحظة أما قبل من جاوبك على السؤال هذا حبيت مع أنتها نرجع لأول كلامك الآن حيث قلت أن الأديان بصفة عامة فيها جانب روحي وجانب قانوني وجانب سياسي خلينا نقسمها إلى قسمين أحسن هو الجانب القانوني والجانب السياسي نحطوه مع بعضهم والجانب الروحي نخليه واحد لا أتصور أن الجانب الروحي في أي دين يشكل قلق لا أتصور في أي دين مهما كان الجانب الروحي سواء كان يهودي مسيحي بوذي زردشتي هندوكي اللي تحب عليه أنت الجانب الروحي لا يشكل خطر إذن هوني من أين الخطر؟ الخطر هو من الجانب القانوني السياسي إذن مع أنتها هنا هذه هي النقطة الجدا مهمة خليني نرجح حول المسيح المسيح بالنسبة لي ما هوش معنتها معجزة عصره يعني الأفكار اللي جابيهم هي أفكار موجودة في الشرق الأوسط من قبل يعني هو سارق كسراق يعني كأي واحد منهم وفماش واحد منهم جاه وحي من السماء وانزل عليه حاجة فما حتى واحد منهم الكل هم صراق الكل هم كيف توا رجال السياسة اللي موجودين الآن الإسلاميين باللادن جاب حاجة من رأسه أبو بكر البغداد يجاب عزن من رأسه مرجد الإخوان جاب حاجة من رأسه الكل هم كيف كيف يعني هما يجيوا يجدوا شيء موجود ويبنيوا عليه الفكر متاحهم ويجيبوا معهم أتباع وكان انتصروا يوليوا أنبياء يعني طوى كان باللادن نجح وصل طوى يولي المهدي المنتظر هذه نقطة خليني نزيد نرجع نقطتين على مسألة عيسى النقطة الأولى نعرفه احنا عيسى تعلق عمره 33 سنة يعني علقه مع أنت مات عمره 33 سنة يعني لو نشوفه العمر متاعه يعني وقت محمد عمره 33 سنة ولا حتى 40 سنة ولا حتى 50 سنة كان كيف عيسى مسالك وطيب أنت تصور عيسى كان كون دولة كما محمد كون دولة في المدينة راهو اضطر وهو أبيده قال أنا معناتها لا أنكر النموس راهو اخذاء العهد القديم بش نجم يثبت وجوده أما لأنه ما تقبل بقينا نقوله المسيح ما قالش حتى شي خايب ما حلاه ما بنو كذا مع أنتها الطيب علايش نقوله هذا محمد لو مات مثلا هو ياجب من مكة للمدينة وقتها في الدار وقتها حاصره في الدار وجوب شك راهو الآن عمنا إسلام صفت طيار ما في حتى مشكلة إذن هذه معنات النقطة النقطين معناتها اللي معناتها حبيت أن أكد عليهم على مسألة عيسى هنا قال الأستاذ سامي الديب أن محمد فسد في المدينة بالفعل أنا وافقه على هذه الفكرة محمد كان أكثر إنسانية في مكة من تحوله للمدينة فسد خالط جماعة ميسواوش عرفت الإنسان سالك اللي يخالط جماعة مجرمين وصع عليك وكل شي واللي مجرم حتى هو يعني ولك اللي يدخلوا اللحبوسات على سريقة عاديا ومبعدي واللي مجرم محترف هيك اللي يقع المحمد بالنسبة لفكرة محمد طه طمت والأستاذ يقول لك يعني هذهك هي الطريقة الوحيدة أنا أتفق معها من جهة ولا أتفق معها من جهة وخر لماذا الأستاذ سامي الديب تعرف اللي وقع الإسلام على المسلم ليس كما وقع المسيحية أنت تعرف اللي المسيحية تعتمد أكثر على العفوة الإيمان بينما الإسلام يعتمد أكثر على التسليم ما يسمى بالتسليم الكلي وتعرف اللي المسيحية يعني ما ما تملكش الإنسان كله يعني تملك جانب فيه داخلي بينما الإسلام يملك الجانب الخارجي من الإنسان يعني المسلم عنده أهم شيء نظرة الناس ليه شنو يقولوا الناس مش معنا في هذاء خلاف أذك عليش أنا نقول فكرة فكرة أن أطروحة محمد طه هي الوحيدة لا أتصور أنها الحل وإنما أرى حل آخر أحنا الحل الآخر قبل ما نقوله بشو نقوله حاجات أحنا نجيه نشوفه المجددين للإسلام عبر التاريخ وإلى الآن عندك سوز أنواع ثم اللي ما يسمى المحدثين يعني الكبار يعني يعتبروا كونه أديان أخرى مذاهب كبيرة كما الإسماعيلية كما البهائية كما الأحمدية يعني كأنها دين آخر أصلا طوال مثلا وتجيب بهائية وتقول إن الوحدانية ليس لله فقط وإنما الوحدانية أيضا للبشرية يعني البشر كلهما واحد يعني فكر إنساني وتجي تقول إن الوحي بمفهوم الإلهام الباب هو متواصر وإن محمد خاتم الأنبياء ليس لأنه آخر الأنبياء وإنما هو كالخاتم في الصمع فقط يعني هذه هي فكرتها أو المذاهب الأخرى اللي موجودة كما لزالي بيس تغيرهم وغيرهم وغيرهم والصوفية بعض مذاهب صوفية اللي توجهون وفما النوع آخر من المجددين هما اللي يقومون بعملية التأويل يجي مثلا كما القرآنيين وكما مثلا البحيري وغيرهم أنا بالنسبة لي كما البحيري وكما القرآنيين فاشلين كليا رغم اللي ما عندها ما نش ضد إنهم يقوموا بالعمل متاحهم لماذا؟ لأن لو أردنا أن نجدد الإسلام أول شيء يجبنا نقوم به هو الاعتراف ومعرفة الإسلام كما هو في عهد محمد تسليم مثلا بعض المذاهب الإسلامية مثلا كما مثلا الباهية يقول لك اللي يرتكبه محمد بالنسبة لعصره لا يعتبر جريمة طبا محمد مع أنت هنكونوا صريحين طبا محمد تزوج بعائشة عمرها 6 سنين ولا 7 سنين ولا حتى أخذها بيبي طفل صغير يقبل لمئة سنة كانوا يتزوجه 15 سنة أو 15 سنة يقبل لمئة سنة علش نمشوا البعيد ولا نقولوا محمد عمال لعبيد يقبل لمئة سنة كانوا هناك عبيد يعني هذاك ما تعارف عليه القوم ما تعارف عليه القوم عندما نحكم على الحاجة ما نحكم هاش بعقليتنا طوى وبعصرنا طوى لازمنا نرجعوها للإطار متاع الزمان متاحها كأني أنا طوى هناك أشياء بعد مئتين سنات تعتبر جرائب نجي يقبل لي يقول لي أنا مجرد فولتير وهو سامي الذيب يعني يقرأ فرنسية ويعرف فولتير لي مع أنتها الناس تعتبره ومفكر وكذا كان يعمل بالعبيد وكان له عبيد نقولوا عليه متخلف لكن هذا كان عصره الحصر متاع هو ذاك إذن همان مصالحة خطرت أكثر الملحدين مع الأسف ومع أنتها وسامي الذيب يعني مع أنتها من الأوائل مع شهاب الديمشقي والديني للعرب وحتى كنا على موقع الديني للعرب وكنا نناقشوا وكمال النجار وغيرهم وغيرهم ويعرفهم هو يعني هذا عام ثمانية وتسعين وتسعين وكنا نناقشوا المسائل هذي يعني في الحقيقة الأشخاص هذي طوى طالعين بعض الملحدين ما نحبش أنا عمري ما نذكرها سامي أي شخص بصفة عامة يعني عنده عام ولا عامين ما عندها بدأ ينقد الإسلام قرار لك شوية كتب بخطر ساهل رو نقد الإسلام أمشي أقرأ الكتب بساهل تشد الكتب وغير تعرف تقرأ مبارك عمرك 16 سنوات تعرف تقرأ في نجم تقرأ وتفر قطر أحنا العقلية متاعنا الآن مش العقلية متاعقبلة قبل كان شو كون يعرف يقرأ كان غير يسمع الإمام شنو يقول ولا الكاهن شنو يقول ولا معناتها يسمع فقط لا يراجع هنا أنا بالنسبة لي أهم نقطة من أجل إصلاح الإسلام هو فتح المجال للخطوط الحمراء اللي يرسمها الأزهر وقم وأعطاء الحرية الكلية في التمسك بالجانب الروحي من الإسلام هذا هو لب كل الأديان هذا لب كل الأديان هذا أوكي هذا اللي يخليك أنت عندك خصوصية تختلف على بقية الأديان الأخرى أما ما يتعلق بالجانب القانوني والجانب السياسي أعطي المجال لكل مفكرين الإسلاميين بشي كونوا مجموعات مجموعات هنا نذكر نقطة أو ما نحبش نطول ياسر سأل بش نعطي الكلمة للأستاذ أنه كنت عند أحد الشيوخ في إيران يمكن يعرفوا الأستاذ يعني السيد شيرازي سيد شيرازي طبعا مش ميرزا شيرازي بتاع البهايين الشيرازي معروف المهم المفسر المفسر المفكر المفكر محمد شيراز المفسر مفسر مفسر لا مش المفسر هذا عالم دين لا بس إله تفسير بس إله تفسير الشيرازي عنده تفسير الشيرازي نعم عنده تفسير أيوه أعرف أعرف محمد الشيرازي مات هو الآن أيوه أسألته وقته سؤال مع أنت كنت عنده في الحوزة في قم أسألته سؤال يعني الحقيقة جوابني جواب يعني الآن أسترجعه وهو جدا جميل قلت له لماذا هناك ياسر مراجع إسلامي يعني علاش معنتها مش الكل يقلد واحد فقط يقول لي على قد لماذا قالي الأمة الأمة الإسلامية طبعا هو مسلم فهمت وانا هنا نأكد حاجة صدقني صدقني يا سال وسامي أكد أني وفقني الرأي ليس هناك عالم دين مهما كان مسلم مسيحي يهودي يقول إن دينه نازل من السماء فما كان الجاهل والعامة هم من يؤمنون بهذا وأنا مع أنت عشت مع الطبطبائي في سوريا وعشت مع الشرازي في قم تصرفات متاحهم الكل فما تصرفات يتصرفهم وتدخل العامي ليس كما تندأنا وياك عالم دين معاه يتبدل ونقول له لماذا يقول لي احنا رفع عنا القلم يعني لماذا نعملوا اللي نحبه احنا لماذا لدينا حدود هذا كان للعامة نتظاهر للعامة وهذه ما نأكدها لك يعني كريم ذكرت الطبائي مرة لما سئلتوا على الصلاة وحكيت صلاة للعامة وليس صلاة للعامة وأكدها هذه القولة ابن سينة هو مش ابن سينة ابن سينة لي في الكندا أستاذ كاتب كتاب في المسألة هذه سالي كاتب كتاب وهو من المقربين هو عالم دين وكاتب كتاب قال لك حتى الخميني هو يعرف الخميني لم يكن متدين أصلا بينه وبين أصحابه إذن خلينا نرجع للنقطة هذه عند مسألة قلت له لماذا هناك كثير من المراجع ماذا قال لي؟ قال لي أن الإنسان محتاج أن يعيش في كوميونوتايت يعني في مجموعة فهمت مجموعة كي يبدأ يعيش في مجموعة تتوفر له ياسر مصالح وعلى قد من المجموعة تكون صغيرة مثلا البهايين اللي هم عددهم تقريب 5 ملايين ولا 6 ملايين تلقاهم يعاونوا أنفسهم بينما المسلمين 1500 مليار تشوف مسلم تكره روحك يعني يكونش كيتفرح كي يكون تابع مذهب معين قريب قد من المذهب يكون صغير على قد ما تكون المصلحة يعني مثلا تقدم له مصلحة تعاونوا يخدم معاك كذا كذا يعني خلق ما يسمى مجموعات على قد ما المجموعة تكون صغيرة على قد ما تكون مهمة إذن إحنا وقتا نجيه وما يسمى علماء الدين بصفة عامة هو ما سبب المشكلة صدقني علماء الدين في اليهودية في المسيحية في كل شيء وهو ما سبب المشاكل هو ما سبب كل المشاكل اللي يعيشوا فيها الناس وهو كيجي تشوف الخوارج عنيش أنا مثلا تعجبني فكرة الخوارج أو حتى البهائية تفطن ميرزا الشيرازي لهذه المسألة قالك لا رهب أنا في البهائية يعني البهائية تعرف شنوها؟ تمن على روحك انتي فما قواعد عامة وانتي يكون روحك يعني عبادة نتيحك وتصرفاتك انتي تخلقها الروحك ماكش مشبور بيش تمشي تقولهم لا إيجا نعمل التعميد ولا نطهر لك ولا نعمل لك ولا كذا لا لا نجي بتولي بهاقي واحدة 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 وكيف الفكر حتى مع انت تشوف الخوارج كيف كيف عندما ذاك الفكر يعني الدين لله فهمت مع انت احنا مع انت والدين لله اللي مع انت يفرض روحه يحكم فينا وكهو فهمت ما عندهمش كل الفكر بتاع الشورى والخلافة وكذا وكذا والحكاية الفارغة والويراثة اللي عند الشيعة وغيرها المهم أنا نشوف لا يمكن الفكر السلفي يعني تطبيق ما عاشه محمد كما قلت لك الفكر السلفي لم يظهر في التاريخ الإسلامي إلا في عهد محمد وعهد أبو بقر وحروب الردة وظهر شوية في عهد الدولة العباسية بكل حروبات هذهك بتاع السلفين وابن تيمية وعمل المصايب زرقة وظهر مع تكوين ما يسمى السعودية ثلاثة مراحل اللي تشوف اللي يظهر فيه الإسلام الإرهابي الإرهابي إظهر في مراحل وقعت فيه المجازر ومن أجل مصلحة سياسية سوى مصلحة محمد بغزو مكة وكذا والفتوحات الإسلامية واستعملوه الومويين للفتوحات الإسلامية ولكي محاربة الامبراطورية العثمانية عن طريق ما يسمى قيام الدولة السعودية إذن هنا مسألة فمحلية يا أما المسلم المسلم اللي يبتهد كلياً على علماء الدين ما عادش يتبع علماء الدين ويقول أنا مسلم ويفهم الإسلام جيب يحبه ويبعد على مسألة السياسة والقانون يعني يمتثل القوانين الوضعية ويخترم السياسة متع الدولة اللي هو فيها أما بالنسبة للعبادة التي هي ويعبدها كما يهم كريم ماذا عن الآيات القتل الموجودة في القرآن؟ أنا معك في هذا الأمر بس ماذا عن آيات القتل الموجودة؟ هاني 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 بش نجاوبك على مثلا النقطة هذكة بالنسبة هذي موجود لها حل مع أنتها موجود لها حل أنا مع أنتها كما قلت لك أنا ضد فكرة متع تأويلها لا لازم نستعرفه بالواقع أن هناك فيها حلوة طرحه الشيعة بعد غيبة المهدي غيبة المهدي عند الشيعة هي نوع من إصلاح للتشيع ما هي غيبة المهدي؟ غيبة المهدي قال لك أحنا لا يجوز لنا أن نتدخل في السياسة وإنما وقع في عهد الأيمة أو في عهد محمد يجب أن يكون الحرب تحت راية معصوم ليس تحت راية بشر فهمتها الفكرة أم لا سال يعني الآيات هذهكة لا يمكن تطبيقها إلا تحت راية معصوم يعني يجب أن يكون معصوم ولهذا يعني فترة من التاريخ الشيعي اللي هي بعد غيبة المهدي الشيعة ابتعدوا على الساعة السياسية كلية وأصبحوا لا يشكلوا الخطر حتى جاء بعض المفكرين الشيعة اللي فتحوا باب ما يسمى بولاية الفقية واللي نفذها خميني ورجع لنا مصيبة زرقة عرفت شنو معناها أنا ونقول هالك سانو نعاود ونقول هالك ونعاود ونقول هالك أخطر شفت الإرهاب الإسلامي الصني هذا صدقني لا ياتي قطرة لما ينتظرن من الإسلام الشيعي وهم يقولوا في كتابه عندما يخرج مهدينا سيصل الدم للرقبة إذن هوني معناتها منحبش ندخل في الخاطر الإيراني نعمل ثلاثة نقرأ أنا بالنسبة لي رأي الأستاذ معناتها رأي محمد طه أنه نعود للقرآن المكي ونعتبر القرآن المدني خاص بمحمد فقط هذاك خاص بمحمد من مسورش فهمتك؟ نبعد عليه هذاك خاص بمحمد هذاك عنده فترة تاريخية انتهى العصر انطيعه أصلاً ولكن أنا بالنسبة لي إصلاح الإسلام يكون في ثلاثة أشياء نقطة مهمة ما يسمى بجانب من طرف المسلم اللي يحب يبقى يسمي روحه مسلم هو أن يبتعد عن شيوخ الدين ما قاعد تشور بتروحوا الدين ما كانت تقولوا الإسلام ما فيهش رحبة ما قالوا الإسلام ما فيهش ما بين ربك ما فهم أحد شيء يتعامل مع ربك واحدك ربك ما تدخلي فيه الشيخ فولان والحوني والفزاني والنزاني ما تدخلوا ربه هو ما هو أنت تؤمن بالدين متاعك أنها ربك بشي حلقة من الرجلك أنت ما هو مش مسؤول علي التبع فيه إذن أنا أنصح جميع المسلمين اللي يحبوا قطر الإسلام هاني بشي نقولك حاجة معنتها بريمان الإسلام اللي موجود حالياً هذا اللي موجود في العالم متاعنا همتها؟ لو لا ينتهي سوف نفنه المسلمين سوف يفنون أنا نقول لك يعني ما عندك شخيار ياما تترك الإسلام ياما سوف تترك الحياة همتها؟ يعني أنا نذكر قبل عشرين سنة وتنمشي في باريس ولا في أي دولة أوروبية دي من نلقى مظاهرات الله أكبر الله أكبر وتذكرها أستاذ سامي الآن كانت تعيط الله أكبر ولو وحد كثير وعليك يقتلوك غير قل الله أكبر حتى بشوية يقتلوك مباشرة إذن الإسلام في مأزق المسلمين في مأزق مهم ليش في الإسلام إذن ثلاثة نقطة النقطة الأولى هو أنه المسلم الذي يريد أن يصبح أن يحترم أن يمتثل للقانون المدني الحضاري الإنساني وأن يحترم سياسة الدولة وأن لا ينتمي إلى أي حركة سياسية إسلامية مهما كانت ولو حتى خيرية فهو يشارك في الجريمة لأن الأموال اللي يتذهب للجمعية الخيرية كلها للإرهاب هذه نقطة أساسية وأن يبتعد على شيوخ الدين مهما كان يحب يتبع لك يتبع المفكرين المسلمين المفكرين اللي معنتها يحترموا هما المبادئ هذه هذه نقطة أولى النقطة الثانية يجب مدارس وعلماء الدين اللي موجودين الآن تبع رابطة العالم الإسلامي والتي يتمثلها السعودية والأظهر وما يسمى قم وغيرها بيقم صعيب الآن ونجف صعيب خطر ما احتل العراق طوى من إيران فهمت؟ أنهم يصدروا فتاوي لعدم التكفير وفتح باب الاشتهاد يعني ما يسمى ما عادش فما حدود كل مجموعة لها الحق المهم ويضر أسس وهي شهادة اللا إله لله وحمد رسول الله خلاص يزي يا أخي في النول محمد شكيني عم يقول لهم من شهادة اللا إله لله وحمد رسول الله فقد أسلم يا كهل ما تزيدش والباخي كل دب الرسك هذا الحجاب وده واحد حبتان بسلبس أما تجيش تقول يجب على المسلمين يلبسوا الحجاب إذن علماء المسلمين لازم يصدروا فتاوي أن حرمة التكفير مهما كان وفتح الخطوط ما يسمى الحمراء اللي حاصرين فيها ولو هو ما يعطيه السقو قفران من هو مسلم ومن هو غير مسلم جامعة معنات العالم الإسلامي تدخل في رب روح حش كن هو مسلم وش كن هو مش مسلم ويصدروا فالفتاوي بأي حق هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة واللي هي مهمة وأساسية إن وسائل الإعلام الدول إمتاعنا لكلها تفتح للحوار لجميع الأطراف وتنحية ما يسمى بالخطاب الديني في المؤسسات وفي الإعلام وكانت تحبوا تعملوا خطاب ديني يجب أن يشارك المسيحي واليهودي والمسلم والملحب واللديني والربوبي وافتحوا الحوار ربكم افتحوا الحوار خلي اللعبة تتناقش أعمل نداوات ربكم هذو من الثلاثة النقطة الأساسية بدون هذه الأمور أنا لا أتصور معانتها الإسلام يعني بدون هذه الإرادة لا يمكن إصلاح الإسلام إذن عندكم فرصة بشي تصلح الإسلام وهي آخر فرصة آخر فرصة في عمركم يا أما تصلحوا ربو يا أما بشتتصلحوا انتوما خلاص كريم العبويد يسأل قيم عليك حد الرد إذا لم تظهر مرة كل شهر شكرا يا كريم شكرا يا كريم أنا أطفق مئة بالمئة مع أخي مع أخي الكريم وأريد فقط أركز على بعض النقاط الصغيرة لتثبيت أقواله أو يعني عمل ملاحظة عندما يقول السيد المسيح صراق شوف أخي ما في كتاب إلا استفاد من اللي قبله رسالة الدكتوراه اللي قدمها الطالب في الجامعة تسعين في المئة منها سرقة أنت لما تعمل رسالة الدكتوراه في القانون تذكر القانون مو أنت اللي عملتها تذكر قرارات المحاقب مو أنت اللي عملتها لما أنت تذكر أراء اللي فوقها مو أنت اللي عملتها يعني أنت اللي تزيد في رسالة الدكتوراه بجوز 5% من عندك اللي يعمل سيارة ما يخترحها كلها من جديد مستحيل يعني ما حد يقدر يطلع على الجبل وينزال لنا بسيارة لا ما فيه مثل هيك هم زي اليابان تقدم الجوهدول انجليز معاوش شو دخلوا في اليابان وجدوا عندهم كانوا عندهم بندقية الجوهدول اليابانيين مسكوها فققوها قطعة وقطعة وساووا مثلها وبعدين صاروا يصدروا فهم عليه حتى في اليابان في عندهم مركز معلومات كل شي موجود موجود فيه علشان التصنيع دائما يبنى على شي ما حدش يخترع شي أبد ما هو هنا دور المؤلف ما هو المؤلف؟ هو من يؤلف بين الأفقار ويأخذ أفضلها يؤلف بين الأفقار ويأخذ أفضلها السيد المسيح جاء في مجتمع فاسد يبيعوا بقر وغنم في الهيكل قال لهم لا ينفع شيء قرادهم منيح وعمل اللي استطاع فيه وبطلاق الحال لو السيد المسيح يعني عاش أكتر من 34 سنة ربما عمل العجايب وصار أبشع من محمد هذا مستحي يعني انت تعرفوا قصته لليوناردو دافينشي اللوحة الكبيرة تاعت العشاء السري لما رسم السيد المسيح جاءوا أحد هتشبح لهوا مثل هيك ورسموا وبعدين عايز يعمل رسم ليهودا بحث عنه سنتين وجد واحد بالسجن قال له تعالي قعد بدي أصورك مش هنعملك يهودا قال له تعرف إنه قبل سنتين أنا اللي خدمت السيد المسيح انت صورتني حساس السيد المسيح قال له شو اللي صار فيك قال له والله الدنيا تغيرت معه دخلت السجن وصرت حرامي يعني من السيد المسيح صار حرامي محمد كان رجل طيب يعني مستضعف اللي تريده يعني كان مهضوم لما صار رئيس دولي صار مجرم هتلر في شبابه كان أكيد ولد حليوة ولطيف وكان رصام أصلا بده أصير رصام وبعدين صار اللي صار فيه استليني بذاته كان بده أكون رجل دين وصار اللي صار يعني سبحانه اللي ما بتغير مثل ما يقولون عندك طيب هلأ انت بتقول لي تصرفات محمد لا يمكننا نحكم عليها بزماننا لكن لكن ممكن نحكم عليه بمبادئ مجتمعه قريش كانت أخلاقه أعلى من أخلاق محمد هو قال أنا جئت طوله أكمل مكارم الأخلاق لا هو أفسد مكارم الأخلاق محمد المدينة أفسد مكارم الأخلاق والشهد على ذلك هو جاحد جاحد قالت كانت قريش ترفض السبي وترفض الغزوات وترفض استولاء الأموال على الغير والله هيك تجهت للتجارة وهو شو عمل رجعنا لورا فبقى الحالة هاي طبعة الحالة والله هيك لما تجوز بنت زوجة ابنه بالتبني لا مو لا مو كان له شو تعمل انت ازاي تتزوج راح بعدين حدفلنا التبني هل مشاكل الدين عزيز مشاكل التدين والتصور بنت أغطيك آية لأنه تكلمت عندها انت البارح يعني سمعت لك شريط عن الأذان تقول ليش تزعج ربي بآذانك هلا انت تعرف شو يكون القرآن بهذا المجال أغطيك الآية و أجعلها تفكير في السورة 57 في التسلسل التاريخ وهي مكية مو مدنية مكية أقرألك إياها يا بني أقم الصلاة ما قالش ممنوع الصلاة قال له صلي عايزة تصلي صلي وامر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابق إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحة إن الله لا يحب كل مختالم فخور واقصد في مشك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير طب إليه القصة اليوم المؤذن في الإيذان بناحك من فوق المعدنة ده مخالف للآية هذه هل هم نسوا هذه الآية؟ نبينا عفواً بدأ الصوت يسوء لا ممكن تعمل حالاً سريعاً ولو ولو إن تقوم القبر لا مشان نأخذ الصوت أحسن يكون المهم هذا بيث من قناة جسور الجديدة وليدة ثلاثة أيام الآن فنرجو الاشتراك ونشر القناة والحلقة وعندنا مجموعة الحلقات بنفس الموضوع مع الدكتور مغيدي خليل ورجل الكهب كمان سيظهر كريم العبيدي وسام الدين ماشي ماشي هلا؟ نعم نبي نعم ممكن نعمل ميوت مشان صوت نبينا يطلع واضح أكثر ميوت عمل ميوت ايوه معناته أنا بدي أسكر بعض البرامج الأخرى اللي ربما هي أنا بدي أسكر كل البرامج الأخرى أنا بدي أسكر كل البرامج الأخرى أهو هلأ أفضل؟ لا في ضجة ثانية أعتقد كريم نوتي ميوت إذا تعمل ميوت كريم أو تسكر اليوتيوب عندك حلو جداً فيعني هذه الآيات تبين لك ما قلته أنت أنت عايز تصلي صلي لكن مش ضرورة تنهك من فوق المأذنة هذا مخالف للآية القرآنية هذول الشيوخ اللي يجعر من فوق المأذنة ارمي على وجه هذه الآية وهي مكية هم ينسوا القرآن تاحهم ويزعجوا الناس كلها يزعجوا الله والملائكة والعباد بتجعب بالنهاك تاحهم هلأ أخي النقطة الأخرى أنه تقول يجب أنك تقيم الخطوط الحمراء وهذا كلامك صحيح يعني هم يقولون لا لا محمد ما عمل شيء لا هذا كذب محمد عمد لأنه ليس ممكن واحد تروح عنده على الطبيب بيقول لك لا لا هذا وجع رأس ولا شيء وهذا عنده سرطان لازم تحكي الأمور الكذب لا يؤدي المصريين يقول الكذب مالهو شجرين ما بوديش مكان بعيد فأنت تقول الحقيقة محمد في البداية كان ابن حلال ومهدوم يعني مستعد أسكي كهوة وشاي انت فضل عندي بس محمد تع المدينة سصعلوك نسمي الأمور بمسمياتها وإلا لن نخلص هلأ بخصوص الصراحة أنا التقيت مع أستاذ جامعي من شمال أفريكا لن أعطيك أكثر منيك لكن كان عنده منصب كبير وما زال التقيت فيه في روما قل الشي لن أنسى كان على الفطار يقول ما دام المسلمون يعتقدون أن القرآن كلام الله لن يكون هناك أي تقدم قلت له نهارك أبيض نهارك أبيض فين كتبت هذا الحقيق قل لي أنت مجنون قلت له إزاي مجنون قل لي كيف أكتب الحقيهات قلت له ما أنت حكيته الآن إيه بيني وبينك هذا معقول عما نأكتبه لا بعدين من يعشي أولادي ومرتي لك أخي شو هل حكيت يعني أن تحكي معاي الشيء وبتعلم الناس غير الشيء ده أنا عملت مؤتمر معه أخي مع مسلمين في جرينوبل مرة كلهم بيحلفوا ألف يمين إنهم كلهم ملحدين لما أنا بدأت المحاضرة تعتي كلهم انتقادوني قل له لي ما بصير تحكي مثل هيك قلت له عزيز جلبي قبل شوية كنت تحكي شيء وهلا تنتقدني كدامي الغربيين بطلنا نفهم على شيء قال لي لا ما بصير تحكي حكي هذا بين الناس ما بصير تحكي حكي مثل الناس أذكر أحمد محمد أركون أول مؤتمر التقيت بي وانتقدت في الإسلام قال لي ما بصير تحكي هيك ما بصير تحكيه ما بصير تتقد الإسلام شو بدك تعمل فوضة في البلد هنا كلهم كذابين كلهم كذابين يعني ما في فاجة بخصوص أخي الخوارج تذكر المصادر الإسلامية إنه واحد راح يزور عاصمتهم في البحرين للخوارج وجد شو الجوامع فارغة وجد ناس يبيعوا خنزير وكلب خنزير وكلب في الأسواق لكن كان مفروض عليهم إن اللي يبيع خنزير يخلي رأسه واللي يبيع كلب يخلي رأسه علشان اللي يشتري ما ينغشش عايز تاكل خنزير تفضل عايز تاكل كلب تفضل مش عايز تصلي هدو جامع ما بتحب تصلي عمرك لا تصلي أعطوك الحرية أعطوك الحرية هلا بخصوص القانون هذا ما يقوله محمود محمد طهر ومشان نخلص من آيات الجهاد اللي قعنا هذا هو اللي قال فيه نحن نبعد القرآن المدني وهيك خلصنا من كل هذه الشرور اللي أوقعنا فيها الصعلوق محمد هنا المشكلة يعني إذا احنا ما اعترفنا إنه محمد تاع المدينة هو صعلوق وأنه قرآن المدينة ده مخالف لحقوق الإنسان ما اخرجنا ما اخرجنا من الإصطبل ما ضلينا بالإصطبل يعني نفس المشكلة فالصراحة هي ضرورية وبعدين موضوع إنه الشيوخ يطلعوا فتاوي ممنوع التجريم ممنوع التكفير احنا عملنا عشر حلقات أو أكتر مع أخونا مع أخونا سال ذكرت فيها الفتاوي الأزهرية اللي تسن على قتل المرتد ومحمود محمد طه قتل بعز من الأزهر فأنا أقول فأنا أقول نفسي شيء وطالب الأزهر أن يلغي جميع فتاويه في الإلحان ويعتذر على قتل المحمود محمد طه ويعلم قتبه في مناهجه التعليمية ويضع له تمثال وسط الأزهر هذا ما عمله جينيف قال فان حرك بيشيل سيرفي حركه حي تندموا لبروتستانت سموا الشارع الرئيسي في جينيف اسمه ميشيل سيرفي وحتى اللعب الفوتبول اللي هدول الفرقة تحت الفوتبول تحت جينيف باسمه وعملوا له نصب هلّا عملوا جريمة تجاه محمود محمد طه يعترفوا بالجريمة ياخدوا قتبه يعلموها ويعملوا له تمثال ويسموا أحد شوارع القاهرة باسم محمود محمد طه ويونشوروا قتب للتكفير عن جرائمهم للتكفير عن جرائمهم أنا أتوقف هنا أضفت بعض النقاط للتأكيد على ما قال أخي الكريم وهو صحيح الكلام ده يعني علشان هو صوتين بكل أربع عينين أفضل من عينين تنتين فهم علي؟ أنا وياه أتوقف في نفس الومور وإلنا عشرين سنة من قاتل إحنا وياه وأنت قلت بذاتك بداية الحلقة كان يجيك ألاف ألاف الرسائل ضدي من اليهود ومن البسعيين يقولوا هذا السامي لازم تبعد عن المجموعة مش هكي أخي الواضح هذا هو الأمر هناك الكثير مسلمين يقول ليش أنت طلدك إلى الإسلام لا أخي أنا لا أعترف بوجود كتاب مقدس لا ينزل من السماء إلا المطر والنيازك وبراز الطيور وقل من يقول عكس ذلك مكان الطبيعي ما صحة الأمراض العقلية وهذا ينطبق على الطورة وعلى الإنجيل وعلى القرآن وعلى ألف ليلة وليلة من دون تفريق أو أكتفي هنا شكرا نبينا ريمة تمنى الوقت مناسب للساعة تقريبا ساعة ونصف إذا تحب نستمر الأمر يعد لكم لا ساعة ونصف أنا نكمل المداخلة متاعي رد على أستاذ سامي ديب ونظن نوقف مع أنت كانت شي طول كثير الكلام نعم يتعبوا الناس أما رأوا أسمع يا سال موضوع أنا معنتها تصدقني عملت رؤوس نقط رؤوس نقط أذكرت منهم أربعة فقط ونعرف موضوع كبير قوي فنلتقي مرة أخرى يعني سنلتقي موضوع كبير جدا لكن خليني رجع معنتها نجاوب الأستاذ حول مسألة عيسى على أنه لم يأتي شيئا من عنده أستاذ مانيش موجهه ليك أنت نعرفك تعرف هذا الشيء وأنما موجهه للمشاهد بش يفهم اللي يراه ومفهمش وحي فكرة الوحي هذه نحوها من رؤوسهم لا شيء يأتي من السماء كما قلت لا يأتي إلا المطر وبراز الحيوانية للطيور أما معنتها نجموا أحنا نعوضوا فكرة الوحي هنا فما مشكلة معنتها كبيرة ياسر موجودة وهي معنتها نقطة لازم معنتها يكون فيها موضوع واحد ويمكن أنت تتفقني وافقني عليها أستاذ هي مسألة عندنا مشكلة مصطلحات في فهم المصطلحات عندنا صورة للمصطلحات خلاف الواقع مثلا هما يتصوروا وحي يعني شيء ينزل من السماء وهو الوحي يكون إلهام من الداخل فقط يعني تغيير المصطلحات هي من أهم العناصر الأساسية لتغيير العقليات لأن أنت مدام تؤمن شيء ينزل من السماء أنت حتى ولو معنتها إنسان يعمل ذنب يغضر بالسماء بل يشتابط عليه حجرة هذه كنتيجة عدم فهمه للمصطلح هو يمكن أن يسقط في حفرة هذه نقطة إذن التكلم ليس موجه لك عندما قتلك على عيسى على خاطر ما حبيتنا نتكلم للمستمع بشي فهم اللي في الحقيقة معنته هو زد قال نقطة يعني زد أكت عليها هالأنبياء وهالرسل وهالشكل أو حتى المفكرين كل المفكرين هم يجدوا زخم هائل من الأفكار ويتم اختيار أفكار تجميعا هذاك عليش أنا أؤمن شخصياً ونقولها ديما حتى مثلاً أنا عرفي إسبوك بتاعي أنا لا أؤمن بالملكية الفكرية الفكر ملك الإنسانية لكل ما فهماش الملكية الفكرية بمفهوم فهم نوعين من الملكية الفكرية هناك ملكية فكرية مادية مثلاً أنا مثلاً نغني غناية نصنع حاجة أما كفكرة ليس ملك بابا هي أنا كم من أفكار صدقني يا سالي أسمحهم من الناس متشردين في الشارع أعطيه شي ساعات أجل سباح ذا 1 ربع ساعة يحكيلي حكايات ونرجع نكتبهم على الفيسبوك يا قيب شنقول شن هو المصدر متاحهم ما نجمش يعني في الميترو في كل مكان حتى ما غير ما نتكلم معاهم في بعض الأحيان تبقى جالس أنت مثلاً في الميترو وتسمح شخص يتكلم و أنت مكش منتبه ليه ينقل لك الفكرة بكلامه و أنت سمعتها في الله شعوره بتاعك ومن بعد تتذكرها و تظنها ملكة كنتي إذن الأفكار تتناقل بين البشر و أي فكرة رأى إنسان في الأول حلم بها إنسان مباعد فكر فيها مباعد عداها مثلاً نضرب لك مثال تلقاها قبل ألفين سنة و واحد نضر للقمر اتمنى حلم منها يكون في القمر الفكرة هذه بدأت تتطور تتطور حتى الإنسان مشى فوق القمر إذن الفكرة المجردة هي مش ملك أحد هي ملك الإنسانية هذه النقطة الأولى بالنسبة لمحمد أنا متفق معك إن محمد فسد في المدينة و قلت هالك وأكرت هالك أنا قلت لك مثلاً بالنسبة لعيشة الزواج من العيشة يعني في البيئة المدينية كان ذلك شي عادي لو لم يكن عادي مثلاً نضرب لك مثال مثلاً مثلاً أنت قلت مع أنتها التجاوزات عمل محمد تجاوزات خالف التقاليد قومه كما زواجه من زينب بالتبني أنا أريد أن أتدخل هنا محمد والدها لعيشة لامل محمد على زواجه من هذه الطفلة فمعناته هذا لم تكن عادة لو كانت عادة لكان قال له صغيرة قال له لا مش مهم ماشي وصاحبنا هذا صاحب اللي زواجه عائشة قبل أنه شهد رئيس الكون لكن لا أظن إن هذه كانت عادة عادات المجتمع وإلا ما كانش ملامه لكن هناك كانت ملامة على محمد لزواجه من عائشة بالفعل يعني موجود ملامة لمحمد ولكن تنجم تكون ملامة ما هيش خطيرة يعني هو أحد يقدر يكلمه يقتاله رأسه يعني في بعض الأحيان أستاذ ما هلا في مصر أخي واحد يأتي غني من السعودية بيشتري بنت بعشرة لا هذا ما تكلمت مش عليها وانتي يشوف عمر انتي يشوف عمر من بعض وعالي وكلهم الصحابة بعد محمد ولات عادة الزواج بالصغيرات لذلك معنوم أخي إذا كبيرهم عمل هيك إذا كبيرهم عمل هيك إذا كبيرهم عمل هيك إذا كبيرهم عمل هيك حلال علي حرام على غيرهم لا نقصد حيب مش مهمة نكمل يلا الله بعيد اللي حابيت أن أقول لك مع أنت شنوه مع أنت الزواج بالصغيرات يعني ما كانش بالخطورة اللي موجودة الآن يعني يمكن أن نتغاضى عنه نوعا ما يعني مش بالخطورة يعني كانوا يتزوجوا يمكن أثناش عشرة فهمت تتعدى فهمت مش بالخطورة الآن الآن تعتبر جريمة ست سنين أخويا أخويا ست سنين ها قد هل تدري يا سامي أنا طلعت على حديث ولا أدري صحت ومزلت بش نبحث فيه أن محمد قبل الميموت خطب وحدة عمرها أربعة سنوات أبروك علي ولكن مات ولم يتزوجها الحمد لله نشكر و نحمدها أنشاكية بالطريق كل هذه غير تكبر شوية عرص به المهم بالنسبة لمحمد في المدينة فسد هذا لن يقاش فيه وعمل أشياء يعني مثلاً نشوفه مكة كانت هناك هرية المعتقد هو هو يقول بعض مثلاً المسلمين يجي يقول لهم هاي الإسلام انشئتها فلتؤمن انشئتها فلتكفر وكذا وكذا هي به تأويلها مع أنت التفسيرها غالب وكل شيء لكن محمد عندما دخل المكة هل قالهم من شاء في اليؤمن ومن شاء في اليكفر لا قالهم من المهم ونشوفه رأسه الإسلام ولا السيف اذا هو هذا الدليل ان محمد عندما دخل الى مكة لم يلتزم لو انتوما هذية من شاء من يؤمن ومن شاء في اليكفر تقولون انها آية تدل على حرية المعتقد محمد لم يطبق هذه الآية انها دخول لي مكة هذه نقطة هذه معنتها نقطة مهمة أما بالنسبة للآية اللي قلتها متاع لقمان لابنه فمتاع لقمان لابنه يا بني كذا 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 طبعا 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 انا متفق معك الآن عنا ساعات طبعا عنا ساعات لماذا الأذان اصلا فكرة الأذان وفكرة الصوامة عمتاع المساجد وكل شيء يذكر كلها خسرت فلوس خسرت فلوس لماذا تبنيك فيه؟ طبعا فما بوق يا سيبي هاي نختر دوما فما الأذان عندك بوق تبني في سمعة طولها 200 متر وتبني زوز ديار للمساكين تبني لي في سمعة ليش؟ قبل البعه كانوا يطلعوا الفوق بشيء أذن لان فما أباك من فوق من تحت من داخل المسجد تأذني سمعوك إذن هذا هي النقطة المهمة مثل النقطة الأخرى أنه فما قوله احنا تقول يعني بش تصلح الحاجة لازم تحط يدك على الجرح إذن هذا الذي يقوم به بعض القرآنيين وبعض ما يسمى المسلحين حتى البحير أنا صدقني أكبر مجرمين أعتبرهم في تصليح الإسلام هم هؤلاء هذوما اللي يزورون التاريخ ويزورون الحقيقة ويكذبون على الناس ويجهلون الناس كما عدنان إبراهيم هذوما أكبر فساد فهمت أكبر فساد لأنهم يكذبون على الناس والإنسان بعد لا يطلع على الحقيقة يتحول إلى يهبل إذن من الأحسن أن أقول لهم ها وهذا رب إسلامكم تعلموا دير ربكم يا أما تصلحوا ربه وتوليوا بشر فأمتل يا ما أخرجوا منه إذن وأما هذولاء أنا بالنسبة لي يا أستاذ أنا أسميهم الكفار هذو يجوز تكفيرهم لأنهم يخفون الحقيقة وتعرف كلمة كافر في العربي منافقون هم منافقون منافقون يعني هذا هو الكافر الكافر هو من أخفى الحقيقة من كفر الحبة وأخفى الحقيقة نعم يعني أنا بالنسبة لي الكفار الحقيقيين هما علماء الدين اللي يعرفون الحقيقة وكلهم في الساد فهمتل منهم طارق رمضان اللي مع أنت سمعت الفضيحة عن طاعها أو ثلاثة نساء الآن فهمتل والمكالمة ما سمعت المكالمة اللي كان يا والدي سال المكالمة بالفرنسية يكلم فيها يقول لها نحب نقدمك طارق رمضان يقول لها نحب نقدمك ونحب نظرك أحبب نحب لوليد طلعها ما شاء الله علينا همت ومحنين والعياذ بالله لا هو أسمع راهو تصرف بشري يعني هم لازم المسلمين ينحيوا القداسة منافقين كما الفزازي يا بالي عام الفضايح وغيرهم وكلهم هيك راهو كلهم هيك الفزازي ما عمل شي شي هي كانت تساعده على القدر فقط أو كتلعها بزوجة بخامسة وخرجت فيديولويس معه وياها الموسيقى على شملة الله على المهم نظن نكتفي بهذا القدر أخسال وشكرا على هذه العزومة وشكرا يعني عشرين سنة وأنا أحكي في التشات بالفرنسي وبالعربي مع الأستاذ سامي ولا عمرنا تكلمنا أصلا فأنت يعني فرصة سعيدة يعني اللي تكلمت معاه يشرفني جدا يكون هذا التعارف على هذا الجسور يا ودي نعرفه بعضنا ما عاش تقول لي تعارف يا أخي المعرفة المعرفة يا حسائل ما هي الجسدية أسمعني المعرفة ليس جسدية المعرفة أنك تعرف إنسان هو تعرف ذكره تعرف روحه تعرف نفسه تعرف ذاته أريد أن أسألكم هون ماذا تحبون لقاء آخر في موضوع كهذا وموضوع مشابه خليها على الله كما يقول على الله أوكي مراجمة على الله على الله خطر المقابلات اللي تكون على الله تكون أحسن أوكي خليها على الله والرسول بالنبيه يطلق الرسول بعدنا عليه بالرسول بعدنا عليه أخي سال أظن خلال 3 أسابيع انقطرت حيصدر كتابي عن محمود محمد طه النسخة النهائية ويشرفني أهديك نسخة إليك تقول أخي كريم وبعدين نناقشه إذا تريدون لأنه أنا أعتبره هذا أكبر مصلح في المجتمع الإسلامي ممكن نتطفق معاه في بعض النقاط أو نختلف معاه لكن يعني هو شهيد هو شهيد قد قتل وشنق فيعني حق الوحد يكرمه وأنا فعلاً سعيد يعني بتواجده مع الأخي كريم ومعاك وأمل أنه جميع المشاهدين يوصلوا هذه الحلقة الجميع والشكر موصول إلى أخي سال لأنك أنت اللي بتسمع صوت آخر الأمر أنت يعني أنت اللي الدالة على الحلقة فعلوا شبابنا مش عجبهم عندنا تقريباً مئة وشي مشاهدة وعندنا 17 لايك فجماعاتنا حتى الملكيين مشاهزين يضعوا لايكات فيه لقاء آخر مع رجل الكهف بنفس الموضوع في الأيام القادمة ومع المصلح الإسلامي أحمد لوتر كينغ أحمد سامي سيكون عن قريب كمان في هذا الأسبوع سو اللقاءات مستمرة في هذا الموضوع وأي شخص يحق يطرح أفكار أجل وسهل كريم العبيلي شكراً جزيلاً على حلقة رائعة بمعنى الكلمة نبينا الحبيب ساميديب جزيلاً شكر وشكراً لكل المتابعي تحياتي لكم مع السلام مع السلام أزول ورحمة الله وبركاته أزول ورحمة الله وبركاته أزول ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة